بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم طلاب الصف الأول المتوسط في درس جديد تابع لشركة تطوير في خدمة الدروس لنتدارس اليوم هذا المفهوم نص الانطلاق الأفعال تسبق الأقوال إذن نحن في درسنا هذا اليوم نص الانطلاق الأفعال تسبق الأقوال نبدأ الآن بقراءة النص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن من دواعي سروري واغتباطي أن أفتتحت دورة الثانية من مجلس الشورى مبتدئا أولا بسم الله الرحمن الرحيم وراجيا منه جل وعلا أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى سبيل الهدى والرشاد وأن يوفقنا لخدمة دينه الحنيف ثم خدمة وطننا الغالي وأبنائه الأعزاء أيها الإخوة لقد قامت هذه الدولة منذ عهودها الأولى على منهاج واضح ومسيرة رائدة حيث اتبعت عبر كل مراحل تاريخها شريعة الله ورسالة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح أمرت بالعدل وحرمت الظلم وكفلت للإنسان كل حقوقه وحفظت له كرامته فهو لا يحتاج إلا إلى فهم هذه الشريعة والالتزام بها في سلوكه اتباعا لقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون واتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها الإخوة واستمرارا للمنهج القويم أقام والد الجميع الملك عبد العزيز رحمه الله هذا الكيان الشامخ وجعل رحمه الله مبدأ الشورى قاعدة في تدبير شؤون هذه البلاد اتباعا لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر أيها الإخوة إن بلادنا ولله الحمد تتمتع بكل الإمكانات والطاقات فهي أولا قوية وغنية بتمسكها بعقيدتها وتحكيمها لشرع الله في كل أمورها ثم هي قوية وغنية برجالها المخلصين وبما أنعم الله به عليها من الثروات الطبيعية وقد استغلتها وسخرتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنحاء البلاد ومن جملة ما قامت به توسعة بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام وخدمتهما واعتنت بجميع المشاعر المقدسة على نحو ما تعرفونه وتشاهدونه كما دأبت في وضع الخطط الشاملة التي ركزت على تأهيل الإنسان السعودي في مختلف المجالات العلمية والمهنية ولست هنا في مجال التعداد والإحصاء لما قامت به الدولة في الزمن وجيز فقد تعودنا في هذه البلاد على كثير من أعمالنا وأن نعمل على زيادة ما هو قليل إن بلادنا تتميز في علاقاتها الخارجية بالحفاظ على روابط الأخوة والمحبة بين إخواننا والعلاقة الطيبة مع أصدقائنا فنحن دائما نعمل على توحيد الكلمة ووحدة الصف والدفاع عن القضايا الإسلامية وفي الختام يسرنا أن ننوها بجهود أعضاء مجلس الشورى في دورته الأولى وبما بذلوه من تفان وإخلاص في عملهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة دينه وبلوغ مرضاته ويحفظ بلادنا ويؤيدها بنصره وتمكينه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أذكر المبدأ الذي جعله الملك عبد العزيز رحمه الله قاعدة في تدبير شؤون وطننا هذا هو سؤال نريد أن نجيب عليها أيها الطالب الكريم فهل تعرف المبدأ الذي جعله الملك عبد العزيز رحمه الله قاعدة في تدبير شؤون الوطن؟ أحسنت نعم إنه الشورى إنه الشورى أحسنت الآن أيها الطالب الكريم في هذا السؤال الثاني يحدد المصادر التي يستمد منها الحكم في بلادنا ما هي المصادر التي يستمد منها الحكم؟ هل تعرف؟ أحسنت نعم كتاب الله وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا سيرة السلف الصالح أحسنت ممتاز وهنا سؤال ثالث بما تميزت بلادنا الحبيبة في علاقاتها الخارجية وكيف حققت هذا التمييز؟ هل تعرف بما تميزت بلادنا في تعاملها وعلاقاتها مع الدول الخارجية؟ هل تعرف؟ أحسنت بالحفاظ على روابط الأخوة بين إخواننا والعلاقة الطيبة مع أصدقائنا دائما نعمل على توحيد الكلمة ووحدة الصف والدفاع عن القضايا الإسلامية أحسنت الآن أيها الطالب الكريم ملقص في الشكل التالي أهم أفكار النص هناك دعائم لهذا الوطن دعائم لهذا الوطن فهل تعرفها؟ أحسنت التمسك بالعقيدة أحسنت وأيضا الرجال المخلصون نعم أحسنت وأيضا الثروات الطبيعية أحسنت ممتاز طيب نريد الآن إنجازات الوطن إنجازات الوطن هل تعرف؟ أحسنت توسيعة الحرمين الشريفين أيضا الاهتمام بالمشاعر المقدسة أحسنت وأيضا هل تعرف؟ أحسنت أهيل الإنسان السعودي أحسنت أيضا الاهتمام بالقضايا الإسلامية الاهتمام بالقضايا الإسلامية أحسنت هنا سؤالنا أيها الطائب الكريم أختار من الكلمات التالية الكلمة الصحيحة من المصادر التي يستمد منها الحكم في بلادنا الطائفية كتاب الله النظريات ما رأيك؟ ها؟ أي هذه الكلمات صحيح؟ أي هذه الإجابات صحيح؟ أحسنت كتاب الله ممتاز إذن نلخص درسنا الأفعال تسبق الأقوال تعرفنا على دعائم هذا الوطن وقلنا التمسك بالعقيدة والرجال المخلصون والثروات الطبيعية وأيضا تعرفنا على الإنجازات وهي توسعة الحرمين والاهتمام بالمشاعر المقدسة وتأهيل الإنسان السعودي والاهتمام بالقضايا الإسلامية